السابق كمان كنا عبد الفاصل بسألك وبقولك موقف من مواقف اللي انت لن تنساها اسواق في افريقيا في مع مدرب مع لعيب الكلام ده هتقول ايه؟ لا في مواقف كتيرة جدا وعادي نحكي نحن عزين نحكي بس ما تحكيتش قبل كده لعبت الكورة على طول مواقف الدحك دي موجودة لان مواقف بتقابلك كلها في حاجات طبعا مش هدار نحكيها لانها فيها نحكي بلكش دعوة تعالى وفي حاجات طبعا في مواقف شهير بتاعك بتاع الكابتن طا اسماعيل لما استيوا بوخارست اه في رومانيا اه في رومانيا يا خالب رب كنا من 86 عملي معسكر في رومانيا وكان فرق في استيوا بوخارست كانت واخدة بطولة اوروبا مزبوط كان فيهم جورجي هاجي وكانوا لا لا كانت فرقة تقيلة فلعبناهم ماتش ودي هناك وحنا في المعسكر وكتفناهم 3-0 فالكابتن طا اسماعيل بقى الماتش ده ايقونا بالنسباله يعني طبعا لما رجعنا مصر اي حاجة يقولك ايه زي السوا بوخارست اه يعملوا زي السوا بوخارست اه وفا انت وانت كنت كنت في ايه في ماتش قاعد فيه؟ ماتش في رومانيا كان في رومانيا ولا كان هنا؟ لا كان في رومانيا برو هقول انت لا 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 انت اللي بتقول انت كنت قاعد وشايف قدامك كنت قاعد في هينزل اخر مسلا تلت ساعة ولا حال اليوم سخن الوقت هيخلص خلال الوقت هيخلص بقايم بسخن باليجي حوالي 25 دقيقة وعنى أبص لكابتن طهى ليه مندمج قوي في الماتش فجيت فاضل عشر دقايق وبعدين بقول لها أنا أجاهز يا كابتن طهى قال لي طيب استاني كمل إنت بقى؟ أيو فلسه بقى أخر عشر دقايق فالكابتن طهى لسى أشرح لك وتعمل قلت له زيستي وأبو خارسة زيستي وأبو خارسة الوقت كله خلصه بيقول لي هتعمل كذا قلت له يا كابتن زيستي وأبو خارسة سيوى بو خارسة أنا هنفز اللي التعامل بس أحط رجلي في الملعب أيوة زيستي وأبو خارسة وفيه بقى مواقف تاني متحة رمضان مثلا احكي متحة رمضان مرة كنا بنلعب اللي هو النهائي بتاع أربعة وثمانين لا بتاع أربعة وثمانين اللي هو كانون يا ويندي مع كابتن سايس مع كابتن سايس متحة رمضان احنا بغرفة الملابس أيوة ملو مسموع متحة رمضان فيهم داربين يعني إيه ياخد ويدي معاك في الجزية إن إنت مثلا تقوله أنا تعبان شوية تقولك لأ شد يا كابتن جوهري لا انت كويس وتكمل وكافح مش عارف إيه فالكابتن سايس ما عندوش الحتة دي يعني كان الله يرحمه كده فطبع بقى متحة رمضان عامل الشتة واني كويس حامل شتة هاية اه ملو فعايز بقى يتدلة عليه كابتن الحاسس في التعب قاعد قاعد الأول كده ايوة وبعدين مسك رجله حاسس التعب اه اه فجبت له متحة تعطيرا من الماتش انت عاملها في تام كويس قال لي لا قصة أنا حاسس إن فيه مصمار دخل هنا مصمار فرقبتك قال لي اه فالكابتن سايس انا بقى حاضر الوقف ده قال له خير في ايه قال له يا كابتن حاسس إنه نار مصمار دخل من هنا وطلع من هنا قال له طب غير قال له لا من المصمار طلع المصمار طلع قال له تغير راح مطلع حشيش بقى حشيش غير راح نازل ومتحة قاعد متحة كان هيتجنن ما هو ما فوش حاجة بسوحة ما فوش حاجة بسوحة حاب يتدلع يعني موقف تاني في افريقيا فيه بتاع برضو متحة لما كنا بدلعب مع الوفينتو سينايتجن اللي هو الفرقة كان كابتن جوهري ماسك فيه ولد بيعمل الاوت كورنا الباككليفت اللي كان ايديه كده من فوق ايديه وبعدين بينزل بدماغه يعني ياخد الاوت ينزل بدماغه لغاية تحت زيب توقع الايكروبات ويرميها تلاقيها ماشية ده من النص ملعبه لحد الـ 18 الفرقة التانية وبتمشي جامدة صاروخ طبعا فمتحة رمضان كان سبي طلاها رحمه هو اللي واقف جورة متحد كل кино محمود صالح ما طلعش كرة كرة طلعها وتقال له انت مش عارب القصة كلها هي كانت اللي هو تصعب من كرده قاله كده فيه اهو تصعب من كرده ففيه عاجة فيه مثلا محمود صالح كلنا في المانيا وكان والده اللي ارحمه وتوفى فطبعا قاعد زعلان وبيعايت وبيند بقى موضوع بقى هو بره من مصر طبعا وكل بقى الفرقة قاعدة وبادر اجاب قاعد جنبه وكل بعايت وبادر بعايت فبيقول له محمود والدك وابعايت بدر والدك عنده كم سنة مت قاعده تمامين سنة واتخطف اه محمود اتخطف اه محمود صالح كله ضيحك بقى بعد اه خلاص بازل عزب بازل اه ممليك حاجات كتيره مرة كنا فرح مشير حنفي اه في شوبرا كان طبعا بنحب اهلي شوبرا ونحييهم يعني انا مش شوبرا خلي بالك والله اه طبعا كابت مختار ده المجيء بقى شوبرا جابت لعيبة كتير من ولود فرج اه شوبرا برضو جابت لعيبة كتير طبعا اه فمشير يوميا كان عامل العزة في الشارع فالشارع يعني العزة ولا فرح فرح بتاع مشير اه اه الشارع هتقفل يعني مئة الف مئة الف مثلا كتير عدد رايب طبعا احنا رحنا العزة تحضر والناس بقى اللي بيتصور معنا واللي بيعملوا كده يعني وإحنا عاديين كان هوم شغل بتاع ده الكاسيتي الكبير ده اه وحطوا بيعمل عليه اغاني واحنا بقى شغلين والفرح وهيسة والاغاني وبتاع راح ايه النور اتقطع مرة واحدة في المنطقة يعني قاعد مسلا بتاع روباي ساعة تلت ساعة راح النور جيه اه بعدين ملاقي لاش التسجيل الكبير ده ما انغوش فمشير بقى لمس بدلة وكرباطة وبتاع وشيك كده وبتاع رضوء اه رح طالع على الميكروفون ياه اهالي شبرى اللي خد التسجيل يرجع احنا بقى كلنا بوتنا بالضحك اتاري حد من قريبه عشان ما حدش ياخد التسجيل شاله فهو بقى ابتكره حد ما اتخده مشي ورجع له التسجيل وشغلنا الفرح شكرا